هذا البرنامج هو برنامج إعادة إيواء قاطنين دور صفح على مستوى عملات مقاطعات الضر البيضاء وإقليم نواسرق وإقليم المديونة وعملات المحمدية يأتي في إطار تنزيل إرادة الملكية السامية الرامية إلى تحسين دور فعيش السكنة وتمكنهم من فضاء سليم ولائق وفي طلعتها بطبيعة حال مدينة دور البيضاء بالنظر للحمولة والمكانة الاجتماعية والاقتصادية لهذه المدينة وبالنظر للمجموعة من الرهانات والسياقات الحالية وهذا أمر يلزمنا بأن نكون في مستوى تقديم صورة هذه المدينة في حجم ما يطمح إليه صاحب جلال نصره الله وأيده هذا البرنامج هذا ما جاش من فارغ ولكن جاء بناء على مجموعة من المشاورات بنجموعة من الاجتماعات لا على مستوى الجهوي ولا على مستوى المركزي والتي توجدت لله الحمد بتوقيع الاتفاقية التمويلية لهذا البرنامج من أجل إعادة إيواء 68 ألف أسراء بكلفة إجمالية تفوق 15 مريض ديالدرهم أيضا تم نهج مقاربة جديدة وهي الانفتاح والشراكة مع القطع الخاص كمدخلين أساسي لتوفير المخزون الكافي من هذه الشقق وبالتالي تم إعلان مجموعة من طلبات إبداء الاهتمام لمكناتنا من وضع دفاتر تحملات دقيقة وواضحة والتي تحديد مسؤولية مختلف المتدقلين المقاولات والدولة تحديد طرق التمويل والمواكبة وأيضا توفير الشروط والمعايير المتعلقة بحكمة هذا المشروع والذي مكننا الحمد لله من توقيع 60 اتفاقية مع المنعيشين العقريين من أجل توفير أزيد من 55 ألف شقق اختيار هذا الشقق جاء أيضا بناء على معايير جد محددة أولا هو الموقع الجغرافي ثم توفير هذه الشقق وهذه المشاريع وهذه الفضاءات على مرافق القرب وعلى الجهزات الأساسية وعلى مختلف مرافق القرب التي تمكن من أن الشخص الذي يتنقل بشأنه يقتن في هذه الفضاءات أنه يقتن في فضاء سليم وفي الكرامة الإنسانية ويفرض شروط ضرورية للعيش وأيضا المسألة المتعلقة بالجودة وعلى هذا الأساس تم إحداث على مستوى مختلف عملات المقاطعات وعملات أقاليم يعني نعني بهذا البرنامج يعني اللي جان للتتبع من أجل التتبع المشاريع اللي هي الآن قيدة في طور الإنجاز من أجل التتبع أولا مدى احترامها يعني للأجال وجداول الزمنية المتعاقد بشأنها ثم ضمان مسألة الجودة ومسألة الإنجاز المرافق العمومية بالنسبة للدار بيضاء منذ 2003 ساعة أحلاز الدمية وتسمت الحديث عن هذه المشكلة لكاريانات وكال الحديث ساعة الدار بيضاء بقمانشحشفت مدينة بدون صفحها أشنال الاختلالات اللي سيعرفت المدينة؟ ويمثل مدينة الدار بيضاء يعني ممكن نتكلمه على يعني تنزيد تنزيد إلى هذا البرنامج تنزيد إلى هذا البرنامج تعرف جوجي للألية الأساسية اللولا هو الشبك الوحيد اللي تنتوجد فيه اليوم تنتوجد فيه حاليا هذا الشبك الوحيد هو فأحد فضاء للقرب هو قناة وحيدة لتدبير هذا الملفات وبالتالي بأن المستفيد ممكنش أنه يتكبد عنه انتقال من إدارة إلى أخرى وللأيجة أخرى من أجل تدبير هذا الملف دياله بحيث أنه ممتل من قبل جميع القطاعات يعني السلطة المحلية وزارة إعدادة ترى الوطنية التعمير الإسكان والسياسة المدينة الأبناء المنعيشين العقاريين الموطيقين صندق الإدارة والتدبير ومصلحة ديال التنبر وبالتالي هو واحد الفضاء اللي يضمن واحد السلاسة واحد المرونة واحد تبسيط على مستوى مصطر ديال هذه العملية أيضا فيه تتم دراسة جميع الملفات وتم إحداث على مستوى هذه الشبك الوحيد خلايا المواكبة الجماعية تتواكب المستفيدين من البداية إلى النهاية المسألة الثانية وهو أن هذه العملية التي هي التدبير الرقمي والإلكتروني لهذه العملية خصوصا وأن المغرب كيمة يعلم الجميع هو أنه ماضي في مسلسلة وفي ورش الرقمانة وبالتالي لا يمكن إلى أن تقريطها في هذا الورش وبالتالي فإن هذه المسألة الرقمانة تتقلص تدخل البشري في هذه العملية تتوفرنا واحد دقة إضافية واحد الحكامة تدبير هذه العملية بشكل كلي بالإضافة لأنها تتمكننا مجموعة واختلاف البيانات والأرقام والاستدلالية المتعلقة بهذا البرنامج بشكل آني وإلكتروني موسيقى